قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات مع تضمين الأذان عبارة صلوا في بيوتكم جاء ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس لكونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها يأتي هذا القرار بناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل كورونا وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر